السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تناميدي في سنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلاميذ لمشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم راح نتعلم أسهل طريقة لموازنة معادلات التفاعل الكيميائي إذن وش نحتاجها راح نحتاجها في الفصل الأول لأني راني نقرأ على وحدة المادة وتحولاتها إذن يلا نديروا شوية كما احنا نقول سابقا وجدنا أبنائي درنا التحليل الكهربائي للماء احتراق التام وغير التام احتراق الفحم للغاز البيوتان وهكذا يعني شفناهم كاملة في الملخص نحطه لكم إن شاء الله في رابط الوصف مراهوش احنا نقرأو احنا نقرأو كيفاش نوازنوا المعادلة على التفاعل الكيميائي ورح نشوفوا ما هي المواد اللي ولا العوامل التي تدخل على التفاعل لتسرعه إذن قبل شوفوا قبل ما نسموه بسم الله ناخدوا ياربيت دينا وحدة الخمس دقائق العوامل التي تؤثر يجيكم سؤال على شكل ما هو العامل المتدخل في التفاعل الكيميائي سهل جدا ابنائي رح تستخرجوه غير من نص التمارين إذن وشنوه هي هاد العوامل هي واحد الأشياء نديروها في التجربة لتسرحاننا هذه هي ابنائي نقولكم مثلا زدنا درجة حرارة إذن درجة الحرارة كي تزيد التفاعل الكيميائي وش حيصر رح يتسرع إذن هذه يخدوها قاعدة سطح التلاموس أبنتي وشนะ سطح التلاموس مانتها سطح التلاموس ما بين الجزيئات التاعي قدمها أكثر قدمها التفاعل التاعي يولي السرع يلا تركيب المزيج الابتدائي وش معنتها تركيب المزيج الابتدائي معنتها وش عندي في المتفاعلات ولا وش عندي في البداية إذا أنه يقول لي زيادة أو نقصان تأحد المتفاعلات يأثر سواء بتسريع أو تبطيء وشنو؟ النواتج سواء حيسرع لي تمتم يخرجوا لي المتفاعل النواتج ولا رح يعاود يبطأهم لي التفاعل تعي يكون بطيء جدا إضافة إلى بعض العوامل الأخرى اللي هي كما الضغط، التركيز، الضوء الواسط، الزمن، هدو كامل أبنائي وشنو؟ نلقاهم في نص التمرين يقول لي مثلا درنا غاز البيوتان تعالى حرقناه في ضغط بقيمة كذا وكذا مفهوم؟ ولا زدنا مثلا الواسط يقول لي زدنا N-A-O-H ولا عرضنا التجربة تعالى إلى الضوء، زدنا تركيز كشف متفاعلات الزمن مثلا درناها 30 ثانية وهكذا مفهوم؟ أبنائي إذن كاملة معناه يسرعوا لي التفاعل، هدو كامل عوامل ديرهم بشي سرعوا لي التفاعل قلنا عندي درجة الحرارة، سطح التلامس، تركيب المزيج الابتدائي وعوامل أخرى مثل الضغط التركيز، الضوء، الوسط والزمن إذن هذه قلنا نديرها تمتم لأنه يجيني سؤال عليهم سهل وبسيط نلقى في نص التمرين يقول لي بالليف ولا درنا هذا ولا هذا أنا نحكمه منه التمرين نحطه في الإجابة التاعي إذن الإشكال التاعي وراه في موازنة معادلة إذن علش لازم نعرف نوازن معادلات؟ أبنائي سواء أنه يعطيني تمرين خاص تلاحظوا إن شاء الله ندير الفروض يعني بدين الفروض لكن فرطة الفيزيك نديره في الأيام المقبلة إن شاء الله سواء يعطيني هكذا تلت معادلة ويقول لي أنتوازنها ولا كي نكون في تمرين خلاص فالا نخرج تلك الجدول التفاعل تاعي عندي النواتج والمتفاعلات وفي الأخر تخرج لمعادلة حداري تخلوها كما رهي لازم يدخرج معادلة تاعت تمرين توازن معادلة لازم علي أن نوازنها إذن الله التدريب بتاعنا هذا رح يكون من الأسهل إلى الأعقد إذن رح نوريكم أسهل طريقة نخدم بها إذن يلا أبنائي كل من على يصاري فهو متفاعلات ولا الحاجة التي ابتدأتوا بها وكل شيء على اليمين فهو من النواتج معادلة اللي خرجت لي إذن يلا أبدأ وحسبه عادي إذن يلا أبنائي نبدأ مثال نوريكم كيفاش نحسبه إذن كيم هاد الزوج العامل هاد الزوج ما أنتا عندي زوج ذرات أن من الأزوت رفهم إذن الله هنا عندي زوج اكتبوا تحتها زوج هنا شحال عندي أبنائي ما عندي غير وحدة إذن فاش لازم نضربها نضربها في معامل السكيومتري اللي هو تنين بش يولي العدل يولي عندي العدل ما بين نواتج وموتها فعلت إذن هنا شوفوا عندي زوج ذرات أن هنا مادم درت لها زوج كبيرة ما أنتا ضربتها في زوج معتها تنين في أن اللي ولاتي زوج أن كذلك خلاص كمت معا الآن إذن يلا نحن نحسبه الأش حال عندي ذرات الهيدروجين عندي تنين إذن نكتب تحتها تنين ونكتب بالأحرى تنين أش إذن من الجهة المقابلة حذري أبنائي المعامل السكيومتري نضربه هنا ونضربه أيضا هنا معتها تنين في أن عطتني صح تنين أن لكن تنين هاديري مضروبتان في ثلاثة اللي هي تلت ذرات هيدروجين إذن كي نضرب ثلاثة في ثلاثة حالي تعطيني تعطيني ستة أش إذن يلا نشوف إذا عندي كيف كيف هنا عندي ست ذرات هيدروجين وفي الأول عندي ذرات تاني فقط إذن فاش لازم نضربها بيش تولي أيضا عندي ستة من وستة من إذن نضربها في ثلاثة إذن يلا ندير نشوفه مع بعض ثلاثة في ثلاثة أي تعطيني ستة وهنا جحال قلنا ثلاثة في اثنين اعطتني ستة اذا عندي زوج ان ستة اش ستة اش هذي سهلة وبسيطة هكذا ابنائي تكون الموازنة ناخدو مثال اخر يلا نشوفو عندي سي شحل وحدة ذرة واحدة من الكربون في الجهة المقابلة ذرة واحدة من الكربون هنا منمسهمش كامل نروح الى المتفاعلات شحل عندي اش عندي اربع ذرة من الهيدروجين في النواة الشحل عندي عندي تنين اذا نقول وشنه هو العدد اللي نضربه في اثنين ويعطيني ربعة طبعا ابنائي هو زوج اذا زوج كي نضربها في زوج حل تعطيني تعطيني اربعة اش ومن الجهة المقابلة عندي ربعة اش هذي سهلة جدا خلاصا وازنت المعادلة التاع نمر الى اخرى يلا ابنائي كيكون عندي الاليمينيوم المعادلة وش تقول ال زائد اش تنين او اللي هو الماء ابنائي تساوي اش تنين زائد ال تنين او تلاتة يلا نسموه بسم الله بالوحدة اذا نحن اقل عندي واحدة وهنا عندي زوج اذا اش لازم نضربها روح تضربوا هذي في زوج اخرى evolve هذه والت عندي زوج د superfic يلا نروحوا كذلي ابنائي الى Hur شوفوا الملوحة عندي واندي زوج وهنا عندي زوج او حداري ازن phenomenal متوازنة إذن الأو شحل عندي اللهنة واحد إذن أو واحد وفي النواة شحل عندي عندي ثلاثة أو إذن حداري إذن وش لازم ندير هذي فش لازم نضربها بصح ما تقدرونش تكتبوا العدد اللهنة حداري وإنما لازم خلاص إذا كان هاكا نروح العدد الكبار حنا نكتبوه تكتبوش هذو كلي جيين لتحتا إذن يلا ثلاثة كين ضربها في أو تولي عندي ثلاثة أو من الجهات المقابلة كذلك عندي ثلاثة أو بصحي الله مش تسقموا حاجة وتفسدوا حاجة أو حد أخرى لا هنا قلنا مدم ضربتو في الأو إذن ضربتو أيضا في الأش يلا شحل ولد لعندي أش ثلاثة في ثلاثة إذن ولد لعندي ستة أش هنا فش لازم نضربها باش تولي ستة أش نضربها في ثلاثة إذن ثلاثة في ثلاثة أي عندي 6 أش إذن عندي 6 ذرة هيدروجين 6 ذرة هيدروجين 3 أو 3 أو أقل عندي زوج أقل عندي زوج إذن هذه بالنسبة إلى المعادلة الثالثة نمر إلى الرابعة إذن يلا نبدأ نحسبه سي عندي واحدة خلاص كملت معها الأش عندي 4 شوفوا لهنا شحل عندي 2 إذن فجل لازم نضربها بشتولي 4 نضربها في 2 2 في 2 أي تعطيني 4 أش خلاص كملت مع الأش يلا نحن نحسبه الأوضي من الأحسن أبنائي خلوا نقوه والأخر إذن يلا عندي لهنا أو زوج إذن زوج أو من الجهة المقابلة شوفوا هنا عندي زوج وزيدوا لها هذه 2 في 2 شحال عفوا 2 في 1 إذن فقط قلنا لهنا ما نكتبوش الواحد 2 في أو رأي 2 إذن عندي زوج أو زي الزوج أو شحلها تعطيني تعطيني 4 أو إذن في النواتج عندي 4 ذرات من الأكسجين هنا شحل عندي غير زوج إذن فجل لازم نضربها نضربها في 2 إذن ولت لي 4 ذرات أكسجين وهنا 4 ذرات أكسجين سهلة جدا نمروا اللي بعدو سي 3 آش 8 زائد أو 2 تعطيني آش 2 أو زائد سي أو 2 كيف كيف يلا نبدو بالسي هنا عندي 3 وهنا عندي 1 فجل لازم نضربه بشياطيني 3 نضربه في 3 إذن 3 في 1 ثلاث ذرات كربون ثلاث درات كربون يلا نروحوا للأش آش عندي 8 إذن هنا فجل لازم نضربها زوج فجل لازم نضربها بشياطيني 8 نضربها في 4 إذن ولت لي 4 ذرات من الهيدروجين عفوا 4 في 2 هي 8 ذرات هيدروجين وهنا 8 ذرات هيدروجين الإشكال يبقى في الأو إذن يلا أبنائي أو اللي هنا عندي غير زوج زوج ذرات من الأكسجين في الجهة المقابلة حسبوه مني حمشيته وتحسبوه وحده وحده وتخلوه وحده إذن يلا عندي 4 في أو أي تعطيني 4 أو وعندي اللي هنا 3 أبنائي في 2 أي تعطيني زائد 6 أو إذن المجمل شحل عندي عندي 10 ذرات من الأكسجين إذن هدي فش لازم نضربها بيش تولي 10 نضربها في 5 إذن 5 في 2 أي تعطيني 10 ذرات أكسجين تلاحظوا باللي قدم حليته المعادلة كتر قدمه دربته قدمه إن شاء الله تولي تجيكم سهلة يلا اللي هنا عندي سي أ وحده سي أ وحده خلاص كمت معاها حدري تخلطوه ما بين سي أ و السي إذن سي أ معنطها الكالسيوم والسي وحده معنطها الكاربون إذن يلا موراها نروحوا للسي السي اللي هنا عندي وحده والسي اللي هنا عندي وحده يلا كمت معاهم خلوه الأمين الأحسن خلوها في الأخير نروحوا ابنائي للسي أ اللي هو الكلور هنا شوفوا عندي زوج زوج سائل نروح كذلك أبنائي مراهل الاش يلا نحسب الاش من هالجهة عندي غير زوج ها سوج اش من الجهة المقابلة عندي شحال زوج اش اذا خلاص تسجم وحده الاش الاشكال يبقى لي في ال او يلا هال او هنا شحال عندي في المتفاعلات عندي ثلاثة نروح من الجهة المقابلة عندنا واحد تنين ثلاثة اذا كذلك تسجم وحده معادلة سهلة وبسيطة تلقىها صح طويلة صح هي سهلة نمرو اللي بعدو عندي سي او وعندي او تنين سائل او تنين يعطيني سي او او اذا ابنائي سي او واحدة سي او واحدة ال او عندي تنين ال او عندي واحد اذا ما عليها الان ضربها في تنين اذا شوفو زوج او زوج او لكن شوفو تقاسد سي او اذا سي او راي مضربة في تنين اذا ما لازم عليها هنا كذلك نعطي لها تنين نمروا لي بعدوا أبنائي لاحظوا كي نلحق لهذا لازم نفتح مخي لي أنه طريقة سهلة يلا شوفوا اللي هنا آل عليمينيوم واحد عليمينيوم واحد خلاص كملتوا معاه نروحوا للسيئال شوفوا السيئال شحال عندي عندي وحدة وهنا عندي ثلاثة إذن وش رحوا تضربوها تضربوها في ثلاثة ولاتة عندي ثلاثة سيئال ثلاثة سيئال الإشكال اللي هنا وراه وراه في الأش شوفوا أبنائي اللي هنا عندي 3 أش واللي هنا عندي شحال عندي 2 أش إذن كينوح الحيلة بسيطة نستعملوها كي يخرجونا هكذا أرقام مثلا نشوفو عندي هنا غير 3 وهنا 2 ما كاش حاجة كي ما احنا نقولو مش كي ما اللي هنا كنا نضربو 2 نضربها في 2 بيش تعطيني 4 3 نضربها في 2 بيش تعطيني 6 ما فوما كاش زي ما عدد مشترك ما بين زوج و 3 ابنعي كي نطيح في موقف كي ما هذا معنتها ما عنديش أنا عدد نضربو في شي بيش يعطيني 2 ولا العكس ما عنديش حاجة نضربها في 2 بيش تعطيني 3 سهلة وبسيطة إذن هادة 3 نضربوها من هالجهة ولا نحطوها في هالجهة أما 2 نضربوها في هالجهة إذن نحط 2 في 3 تعطينا 6 و 3 نحطها من هالجهة ونحسبوه إذا صحيح معنتها خالفو اللي كانت عندكم الزوج نضربوها هنا و 3 اللي كانت هنا نضربها في المعامل السكيومتري اللي ولا نحطها لهنا لأنه هنا كانت واحد إذن يلا نحسبو سي عفوا الاش حلوة التي عندي 6 و 3 في 2 عندي 6 مفهوم؟ إذن هذا راح نضربوه هنا 6 أش 6 أش السي أل إذن أصبح هنا أبناء يشوفو 6 سي أل هنا 3 سي أل فاش لازم نضرب 3 بيش تعطيني 6 نضربها في 2 إذن ولتلي 6 سي أل لكن الآل تقاست ولا لا لا أقول لهم نعم أستاذ تقاست ولا تلي عندي زوج آل حطوا لهنا زوج آل مفهوم سهلة وبسيطة تدريب فقط كما نلقاش عدد كيف كيف نروح نخالف هذه عندها زوج نعطيها لهذه نربها في هذه وهذه عندها 3 نحطها لها لهم إذن يلا نمرو إلى وحدة أخرى عندي زوج سي هنا وحدة إذن معلي يا أبنائي إلا نضربها في زوج ولتلي زوج كربون زوج كربون نروح مثلا للأش عندي إلا هنا 6 هنا فاش لازم نضربها بشتولي 6 أبنائي نضربها في 3 3 في 2 أي تعطيني 6 سي وهن أعرف إن 6 أش 6 أش الإشكال يقعد في الأو إذن يلا نحسبوه هنا عندي غير زوج أو إذن زوج ذرات ميناء الأكسجين في الجهات المقابلة ما تنسوا شهدوا في زوج عندهم الأو 3 في 1 3 2 في 2 نراهي 4 إذن عندي 7 ذرات ميناء الأكسجين في النواتج كيف كيف؟ كما فهمتوا أبنائي إذا طح لي عدد ما كاش بينتهم حاجة كيف كيف هنا عندي زوجي اللي هو 2 وهنا عندي عدد فردي اللي هو 7 وش تروحوا تديروا هذه السبعة كما راهي روحوا حطوها هنا ما فهم؟ سهلة جدا إذن يلا نحسبوه هنا شحل ولا عندي ولا عندي 14 ذرات أكسجين بسحل هنا أبنائي عندي غير 7 إذن الحيلة الثانية اللي نتعلموها نضربو كامل المعادلة في 2 إلا هديك وين قلت 7 إذن هادي نحطها في 2 وهادي 3 نضربها في 2 تولي 6 وهادي نضربها في 2 تولي 4 ويلا نحسبوه إذا صحيحة أو خطيئة أو نعود لكم إذن زوج في زوج ما عندها 4 س وهنا عندي 4 س إذن عندي زوج في 6 هي 12 هنا عندي 12 أش ركزوا معايا عندي س في 2 12 أش إذن يلا ابنائي الإشكال يبقى في الأو الأو عندي 7 في زوج اللي هي 14 إذن وليت لي عندي 14 نضربت أكسجين أسكيل اللي هنا عندي 14 يلا نحسبوها 6 في الأو راهي تعطيني 6 وعندي اللي هنا 4 في 2 اللي هي 8 أبنائي تحصلنا على 14 نفس الشي مفهوم إذن هذه حيلة بسيطة تتعلمها وحاولوا أنه تذكروا لأنه هادو مكررين بالنسبة للمعادلة الثالثة متوسط مكررة إذن يلا وش رحنا دلنا تحصلنا على عدد ما كاش كيفاش نسق ما بينتهم ما بين متفاعلات والنواتج حكمت هذه السبعة حطيتها هنا حوطوا عليها لأنه مراها محش تضربوا تضربوا كلش في 2 علاج لأنه أبنائي نومو السبعة نكتبوها على 2 فقط باش كيم احنا نقولوا ما نديروش الكوسر ما عليها إلا نمحي الكسر فيها ونضرب كامل اللي قاعدولي على 2 إذن يلا نروحوا للأخيرة سي آش أربعة زائد آش ثنين أو يعطيني سي أو زائد آش ثنين إذن عندي سي واحد سي واحد الآش عندي أربعة والزوج هي ستة آش ومن ناش حال عندي أغير زوج إذن فاش لازم نضربها نضربها في ثلاثة باش تولي ستة آش الإشكال اللي راح روفي الأو أو هنا عندي واحد والأو عندي واحد هذي جاد سهلة إذن دوما أبنائي وش قوت لكم التركيز رح يكون أكثر في المعادلات من هذا الشكل ورح نزيدوا إن شاء الله نحلوا عليها عدة نماذج من سلسلة تمرين طبعا يداركم حابين وطبعا الفرض إن شاء الله والاختبار باش نكونوا واجدين مئة بالمئة كالعادة اللي عنده استفسار ولا أي حاجة حاب يضيفها يخلي تعليق وكما نقول لكم كالعادة أبنائي بالتوفيق إن شاء الله